تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 451 قضية مونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 113 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 36 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط ما يقترب من 77 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 707 من القضايا من بينها 202 من القضايا خبز ناقص الوزن و184 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات فضلا عن ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي